السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا كامل خير اليوم جيتكم بوصفة سارعة بسيطة بزفزف ابنينة واللي هي سلطة البيض انجال المشوي سلطة من المشرق بلمسة جزائريا غير شوية من سلطة اللي متعودين عليهم هذه السلطة رح يحبوها الناس اللي يحبو الحميس وكل شي فيه رائحة هذيك الحاجة اللي طيبة على النار 100% نباتية يعني مناسبة جدا للناس اللي تابعوا حمية غدائية نبدأ واش نحتاج في هاد الوصفة ثلاث حبات البيض انجال ليكون جديد نغسلوهم بانسور معانا فصوص توم كيماراهم بالقشور التاحهم خضيت اربع فصوص توم خضيت حبات البيض انجال التاعي ودرت فيهم توقوب هكذا بالموس باش يدخل لها مطياب من الداخل ورح نشويهم على النار تقدروا ما متشويهم في الفور ننفضل على النار باش دي فيهم هذيك النسمة المليحة على الحاجة اللي تجي مشوية كما هكذا نحطهم نحاول اني نقيمان نقص النار ولا ندرهم شوية بعد على النار ونحط ثاني معاهم هذيك الدوم حتى هو ونبقا ونقلبو فيه باش الاستي وقتعو يكون متجانس يعني مش بلاصة طيب وبلاصة ما طيبش وما ياخدش وقت طويل لانه نعرفو البيضنجال طيب بسرعة كما ركو تشوفو بعد ما طابو تحسوهم هكذا ذبالو راح ناخد هذو كحبات البيضنجال احقشرهم نقشرهم كما هكذا هم سخونين وعدنا له شوية اما نديرو نرحوهم فربو ولا تقدر تقصوهم بالموس ولا تقدروهم بفرشية عبرك حسب انتو ما وش تحبون نحب القاومتاها يكون كريمي شوية تكون مرحية خيط خيبيان زدت لها عصرات ع نصح حبها قارس عصير ليمون مغرف صغيرة معامرة ملح ومغرف تاني معامرة كمون نعفو البيضنجال يحب الكمون وطبعا حبة توم اللي كنا طيبناها مع البيضنجال شويناها مع البيضنجال نحطوهم ورح نميكسي نرحي كل شي مع بعضها وبعد ما رحي تكملت البيضنجال رح نزيدلو في الاخير مع نوس مقصوص القيق وزيت الزيتونة ملعقة كبيرة زيت الزيتون ملعقة كبيرة فارينة ونعودو نميكسي الخليطنا الفارينة رح تمدلها قوام كريمي وماملك ولو غضي في الكلار انتم ما تقدووا استغنوا عليها انا درتها لانو في المشرق يديرو الطاحينة وهي عبارة عن الجلجلان مرحي هنا في الجزائر صعيب بش نلقاوها نفرغو الصلطة تانا في ساحن نغطيوها نحتفظو بها في التلاجة تقدر تبقى في التلاجة حتى أسبوع تقدم باردة صلطة صحية مئة بالمئة وهو ليكم كيفاش قدمتها مع زيت زيتو نور الشامعة بنوس صلطة بنينة بنينة بزف مناسبة جدا رمضان نغيرو شوية على صلطات اللي متعودين عليهم ان شاء الله في الاخير الوصفة تعجبكم وتجربوها لا تنسوا شدي رجام إذا عجبتكم الوصفة وإلى اللقاء في الفيديو جديد ان شاء الله